بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى اي بيت عنده اشياء لابد ان هي تكون متوفرة فيه لازم عشان يبقى بيت عشان يبقى بيت الف ذه بيت ان افراده واهله يكونوا متواصلين فيه لو اي حاجة اي عب في التواصل حصل ما بين افراد البيت واهل البيت يبقى البيت دوت فيه وجع تاني اي عب في التواصل بيكشف عن وجع عند حد من افراد الاسرة وعشان كده فيه شيء مهم جدا جدا لازم نتكلم عنه النهاردة احنا خلاص يوم الحد عندنا دايما بنتكلم عنه بنتكلم فيه عن احوال بيوتنا عشان نرتقي فيه هرم التوافق الزواجي النهاردة هنتكلم عن حاجة شوية ما بنلتفتش اليها بس يا كتير جدا جدا ممكن تؤثر في بيوتنا من غير ما ندره هنتكلم عن ايه؟ عن انسداد او انقطاع التواصل وما بين الزوجين ساعات بيبقى مستويين ساعات بيبقى انسداد قناة التواصل او انقطاع التواصل وما بين الزوجين ساعات بيبقى خلاص مش هنتكلم مع بعض وساعات التواصل يبقى بعافية شوية التواصل كده ايه؟ يسرس بما بين المشاكل لازم نعرف ان مفهوم الزواج كان في بعض الاحيان علشان الاولاد او علشان الست تجد من يكفلها ماديا لكن طبعا دلوقتي الجواز اختلفت اموره اختلفت كتير عن زمان ما بقاش الجواز زي مفهوم زمان ان حد يلاقي حد يصرف عليه عشان كده انا بقول مفيش جواز هينجح من غير تواصل عايز اقول لكم حاجة حط التواصل وبعدين حط اي مهارة تانية وحط اي علاقة اي جزء تاني من العلاقة ما بين الزوجين يعني ايه اول حاجة بيبان فيها المشكلات الزوجية التواصل واول حاجة بتسبب مشاكل الزوجية التواصل يعني اول حاجة ممكن الست تزعل فيه امام جزء كلمة نظرة حركة تطنيش تجاهل الزوج عدم سماع كلام علوه صوت كل ده التواصل انا اقول لكم حاجة تلت اربع المشكلات اللي بتجيلي في مركز الاشياء الزوجي تلت اربعة بتبتدي بمشكلات في التواصل وحشان كده اذا نسد التواصل بيحصل معاه انسداد في العلاقة ويحصل فيه ان العلاقة دايما نقول كده لو حصل مشكلة في التواصل وانسداد في التواصل العلاقة اللي هي عندنا هنا الجواز يتخنق الجواز يحس ان الجواز مخنوق وعشان كده يشعر الطرفين ان الدنيا مزدودة في وشهم وما فيش مخرج زمان كانت مشكلاتنا بسيطة من الوقت بقت المشاكل المركبة بتحتاج منا ان احنا نتعلم ونتدرب واوقات كتيرها بنحتاج الى ارشاد زواجي واوقات بنحتاج الى علاج زواجي عشان الجواز لازم نقول العبارة دي الزواج مولود جديد ليه مراحل وكل مرحلة فيها درجة معينة من النضوغ خلينا نقول القاعدة دي الزواج باعتباره مولود لا يولد ناضجا ولا يولد مليئا بالثقة ولكن النضوغ والثقة تأتي شيئا فشيئا الازواج اللي هم صادقين مع نفسهم عارفين قيمة الكلام اللي انا بقوله ده احيانا في فترة الخطوبة لو حد شعر ان الطرف الاخر عنده مشاكل او عيوب يعتبر ان مقتضى الحب انه هو يتغاضى عن العيوب عيوب الطرف الاخر لكن في بعض الناس شايفين ان الجواز اسمه ونصيبه معناه ان الجواز انا اسف يعني حدسة الجواز في بعض الاحيان بيبقى زي مصيبة كده نزلت فوق دماغ صاحبها فنلبس فيه خلاص بقى بعد الحادثة خلاص ولازم نستحمل الحادثة دي بقى يعني خلاص يعني الجواز بدل ما هو اسمه ونصيب بقى قضاء وقدر يعني خلاص بدل ما كان اسمه ونصيب بقى قضاء وقدر وعلينا ان احنا ايه ما فيش قدامنا غير ان احنا نصبر وعلينا ان احنا ايه اللي حاصل بقى خلاص نعالج بقى الامراض اللي هتجلنا بسبب الجواز ده كله تفكير باهت وتفكير غير حقيقي وتفكير في الحقيقة الناس اللي مش فاهمين يعني ايه جواز الانسان اذا اتقل الاختيار واحسن الاختيار الله سبحانه وتعالى لا يوضيعه اجر من احسن عمله فمن اختار اختيارا صحيحا فالله سبحانه وتعالى قاسم له من المدد ومن العون فهيكون الجواز مليان مدد من ربنا سبحانه وتعالى ويمكن ده احد معاني قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجه لتسكنوا اليه واجعل بينكم مودة ورحمة يعني ايه هتختار اختيار حسن الله سبحانه وتعالى يكون مليلك البيت مودة ورحمة وهتسكن فيه علشان كده لابد من التواصل للرحيم الودود يعني ايه التواصل للرحيم الودود وفيه تواصل مش رحيم ودود طبعا فيه التواصل التحدي تعالى اذكركم جملة من التواصلات اللي بتحصل في اول الجواز وفي ساعات بتستمر في الجواز وفي الغالب بيبقى هي ده التواصلات اللي بتسبب مشاكل كبيرة التواصل التحدي تواصل الانتقام التواصل الانتقام اللي في المكايدة تواصل المكايدة ده تواصل اخذ الحق تواصل اللف والدوران ياهنه رب يدعى تواصل اللف والدوران ذاته التحوير لا تواصل يجيب ضغط يخلي الواحد والعزب الله يحس ان هو عايش فيه متاهة مش هيقدر يخرج منها ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدق يهدي الى ماذا؟ الى البر وان البر يهدي الى الجنة الشخص المصصدق ده اللي بيلفه ويدور ده وتواصل ده ده يحرق السدر ده ده تواصل يحرق السدر فيه كده؟ ياه ياه ما شفت التواصل ده يبقى الابتلاء مش هو الاساس في الجواز زي الحياة الابتلاء مش هو الاساس فيها والابتلاء مش هو الاساس في الصحة ولا العمل ولا الاصل في الحياة الابتلاء لان ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليعذبنا ولكن خلقنا ليهذبنا طيب وده معنى ايه؟ نتعلم التواصل يا سيدي محدش بتولد بيعرف يا تواصل وذلك انا بقول لكم محدش بتولد الراجل مش بتولد وهو عارف يعني ايه مرأة ولا المرأة بتتولد عارفها يعني ايه رجل فاذا كنا عنا تواصل يبقى لازم كل واحد فينا يعرف الطبع المختلف للاخر ستات كتيرة بتعتبر ان هي عارفة الرجال وهي عارفة شوية صور باهتة سيئة لعن الرجال الرجالة متحكمين متسلطين الرجالة ما بيسمعوش غل نفسهم الرجالة نارجيسيين وهو شايف ان الستات رغيات الستات مديات الستات ابدا ما بيرايحوش طلباتهم ما بتنتهيش اه لا يمكن ده تبني عليه تواصل انت كده خلاص انت مستعد ان انت تتخانق مع عدوك الست دي اكيد هتدمرك وراجل ده اكيد هستهلكك ده ما يحصلش تواصل له التواصل الزواجي يا سادة يختلف عن اي تواصل تاني ولذلك قلنا انه هو تواصل رحيم ودود وجعل بينكم مودة ورحمة وعشان كده عشان احنا مش متضربين عليه خالص اللي حاصل بيحصل المشكلات اللي احنا بنشوفها فيكون عندنا مشكلات واحنا ما ضربناش اولادنا على ده زي ما احنا مثلا تواصل تواصل الام مع الابن المراهق بيحصل العناد كذلك تواصل الزوج مع امراته بيحصل في العناد وتواصلها مع الزوج بيحصل في العناد لان احنا ما اتضربناش على التواصل الرحيم التواصل الرحيم يا سادة هو تواصل بيخرج احسن ما في شريك حياتك التواصل ودود الرحيم مش ايتيكيت على فكرة التواصل ودود الرحيم ده واجب واجب يعني ايه واجب لقوله تعالى وقوله للناس حسنة ادفع بالتي هي احسن كلها افعال امر ولكنه التواصل الرحيم ده جزء من حياتنا ونزاق حضرة النبي شوف التواصل الرحيم حضرة النبي يضرب لنا مثال راقي اوي واللقمة ترفعها الى فيه زوجتك يا صدقة طبعا صاحبنا بتاع التواصل الرحيم التواصل التاني التواصل العنيف اقول لي واللقمة ترفعها الى فيه زوجتك يا صدقة يقول لي هي ايديا مشلولة يعني ما تأكد نفسها هي لا 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 خالص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا زي نبعد الرسالة رسالة المواد والرحمة وزيك حضرة النبي يقول والكلمة الطيبة صدقة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وامي عايز يعلمنا التواصل مش بس في الكلام التواصل في الكلام وفي الأفعال كمان فكل دي أدوات للتواصل النظرة تواصل ولذلك إيه اللي حاصل التبسم التواصل ولذلك حضرة النبي تعلمنا جزء من التواصل الرحيم يقول لنا إيه وتبسمك في وجه أخيك صدق وإذا كانت الصدقة مهمة وإذا كان التبسم صدقة فأكتر حد ممكن أحط فيه الصدقة دي أهل بيتي لأن خير درهم الدرهم اللي سبق ألف درهم هو الدرهم اللي هتحطه فيه والدينار خير دينار دينار أنفقته على أهلك يبقى خير الصدقة صدقة على أهلك يبقى خير ابتسامة ابتسامة في وجه زوجتك وبتسامة في وجه زوجك يبقى التواصل للزواج حالة مستمرة مش حالة بتحصل وتنتهي لا دي حياة يبقى التواصل الرحيم حياة يبقى أمر لابد إن احنا نتعلمه ونعلمه للناس قبل الجواز لازم يتعلموا التواصل الرحيم ويسري في الحياة الزوجية سرايان الماء في الورد التواصل الرحيم هو ايه التواصل الرحيم هو التواصل اللي فيه فهم فوس بقى فهم وتفهم وتفاهم بما يجعلك انت ومن تتواصل معهم تشهرون بالامان والاهتمام والاحترام والتأدير يعني ايه اول حاجة في فهم يعني تفهم شريك حياتك زي ما هو بيتكلم فلما هو يحس ان هو بيتفهم زي ما هو بيتكلم مش هيحس بالخوف لاني نسيت اقول لكم الراجل لما بيتكلم فامراته تفهمه عكس ما هو بيتكلم هو بيحس ان ما فيش فايدة والست لما جوزها بيفهم عكس اللي هي بتقوله بتحس ان هي مهددة ومش بتحس بأمان دي بأول حاجة افهم افهم شريك حياتي اعني ايه افهمه افهمه زي ما هو بيتكلم مزي ما انا عايزه يتكلم ومش زي اللي في دماغي ان هو بيتكلم واتفهمه يعني ايه اتفهمه اتفهمه يعني ببساطة خالص اعرف دوافعه واحتياجاته هي بتتكلم ليه دي الوقتي مش كل وقت الست بتتكلم عشان هي عايزة تتكلمه بس في اوقات بتتكلم لان هي خايفة في اوقات بتتكلم لان هي حسب وحشة في اوقات بتتكلم عشان تحس بان هي محمية فيه اوقات بتتكلم عشان تحس ان هي متشافة فده كله لازم تعرفه لان في كل واحدة من دي انت لازم يكون رد فعلك بيحسسها ان انت فاهم فاذا هي كانت بتتكلم عشان تحس ان هي متشافة انت على ساعتها مش هترد عليها بانك انت ترد على كلامها او تجاوب على اسئلتها هتتغزل فيها وهو لما يكون بيتكلم عشان هو حاسس ان هو مكسور وحاسس ان هو عايز ترجع له ثقته بنفسه ساعتها مش هترد عليه اني بالحلول اللي ممكن تقترحيه عليه لا 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 ساعتها هتحسسيها ان هو اكتر حاجة ربنا وهبهالك وان انت بتحس بامان لما هو يكون موجود ايه ده يعني انا لما افهم دوافع الانسان ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تشوف السيدة خديجة بقى وهي فهمة فبتقول له ايه لا والله لا يخزيك الله ابدا يا سلام فيفهمة دلوقتي احتيك حضرة النبي ايه ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عشان يبقى تواصلنا حلوة اوي اوي ويوصلنا لده الا ادلكم على شيء ان انفعلتموه تحببته افشوا السلامة بينكم يعني خل اللي معاك يحس بالامان يبقى فهم وتفهم وتفاهم اياك تعيش مع شرك حياتك الا انتو بتوصلوا لقدر مشترك لان على فكرة في اشياء مشتركة بينكم كتير حتى لو انتو مش شايفينها اتدربوا على ان انتم تشوفوها وعشان كده كلمة افشوا السلامة بينكم مش مرة ولا اتنين ده على طول افشوا وكأنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لازم الحب يتم تدعيمه على الدوام حالة بقى انسداد عملية التواصل غالبا بيصاحبها شوية حاجات بيصاحبها الامتلاء الزواجي الزوج تحس ان هي امتلأت يعني ايه امتلأت هي حاسة ان التراكمات اللي حصلت لها خليها تاعة مش قادرة تحس ان هي تعمل اي حاجة ولا عندها استعداد ان هي تبزل المزيد من الباز هو كمان على فكر رجالة كمان بيوصلوا ل reus الامتلاء الزواج لما يحس الامتلاء الزواجي على طول محق يحس ان هو امتلأ زواجيا في الغالب بيفكر في واحدة تانية في الغالب بيفكر ان هو يتجاوز مرة تانية يبقى عليك ان لازم نخلي بالنا ان الامتلاء الزواجي ده حاجة خطر جدا 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 وعلى فكرة الامتلاء الزواجي ده ليس للتبرير وإنما هو للتفسير احنا بنفسر بس وأنا بقول التواصل ضرورة من ضروريات الحياة عشان ما نوصلش للمتلاء الزواج التواصل أفضل طريقة للقضاء على التراكمات والخارس الزواج ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يضرب يده على فاخذ السيدة عائشة وقل لها كلميني يا عائشة عشان يفضل تواصل أول حاجة مهمة علشان نقضي على الانسداد في عملية التواصل أو نقضي على القطاع اللي بيحصل في التواصل الزواجي هي إن احنا نعرف نفسنا بصدق إن انت تعلم نفسك بصدق إن انت تعود مع نفسك وتشوف عيوبك وإيه معوقات التواصل عندك في بعض الناس عندهم معوق في التواصل واضح قوي إنه دايماً بيسمع الأصوات من داخله ما بيشمعش الأصوات من خارجه أول ما حد يقول كلمة يدوس على السلك العريان تبدأ كلام يدور في نفسه في ناس كتير عندهم مشكلة عندهم مظلومية طول الوقت فلما حد بيجي يكلمه بيروحوا عامل دفاع على طول دعيب فلازم إحنا نعرف عيوبنا في التواصل وده أنا بسميه عملية التهيؤ للتواصل إني أهيأ نفسي لعملية التواصل جد ومسلم بإن أنا أعرف المعوقات وأزيل المعوقات وندخل ده في إماطة الأزى عن الطريق أميط الأزى عن الطريق بيني وبين زوجتي وما فيش بانع إن أنا أطلب مساعدة من شرك حياتي على فكرة إن أنا أطلب منه إن هو يساعدني ويبقى دوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا استعن بالله تجده تجاهك فهتقدر مش مش هتقدر وعشان كده مهارات التواصل بناء على ده لابد إن كل واحد فينا يكون عنده مهارات التواصل زي حسن الإنصاط ويفهم الكلام على مراد متكلم ويقدر يطرح الأسئلة الحقيقية مش الأسئلة الاستنكارية المستفزة تقول له هو ينفع اللي أنت بتعمله ده هو يقول له آخر مرة كنت بتعمل الكلام ده كان إيه إمتى ده بالسؤال ده هو بيعمل إيه بيستفزة وكل دي تدريبات على مهارات على فكرة فما ينفعش الناس تسوق العربية بدون رخصة وما ينفعش كمان إن احنا ما يبقاش عندنا مهارات وعشان كده لازم نمشي بشكل صحيح في مسألة تعلم مهارات التواصل الرحيم إيه الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها عشان نوصل لهذه المهارات أول حاجة عشان نقدر نعمل ده عشان نقدر نوصل لده أول حاجة لازم تتعلم مهارة الإنصات وطرح الأسئلة تاني حاجة لازم تعرف مفاتيح شريك حياتك ولو ما تعرفش حاول تتكلم معاه لغاية ما تعرف مفاتيح شريك حياتك الحاجة الثالثة إن أنت تتواصل مع شريك حياتك بحالة من حالات القرب والاتزان اللي بيبقى في الغالب مسألة التواصل فيها بهجة وإيه اللي يحصل ما فيهاش أي اتهام ويبقى تواصل فيه محبة تالت حاجة ما فيش تواصل من غير طبطبة والطبطبة دي مش مجرد تلامس الطبطبة دي فيها ما فيهاش لوم ما فيهاش غر حنية فيها جبر الخواطر ولازم لما نتواصل يكون الكلام مبني على المستقبل والسعادة عشان نقدر يبقى تواصلنا تواصل رحيم ودود ولازم كل طرف من التاني يبقى عنده خطة لتطوير الزواج ساعتها التواصل هيبقى تواصل رحيم وبيوصلنا إلى الجمال وإلى الرحمة وإلى الخير ونحس بمدد ربنا لبيوتنا يا رب اجعل تواصلنا على الدوام تواصل رحيم واجعلنا يا رب نرى نظرك إلى بيوتنا بالمودة والرحمة فنعيش في جمالك على الدوام يا رب العالمين فاصل يا سادة ونرجع تاني نتواصل ونسمع أسئلاتكم من باركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي بتفضل جس يوصل ما بيننا ونفضل حضرين في مجالس العلم ومحل نظر مولانا سبحانه وتعالى ويمدينا بالتوفيق وبالسداد إن شاء الله على الدوام وناخد أول سؤال معنا النهاردة السيدة أمهانا من اسكندرية وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام على طلوكاته وتفضلي فضل ونعمة الحمد لله فاستفتر عن حقي تفضلي أول حاجة أنا أخويا تبني في أكتر وقت كنت محتاجاتي وأخذ مني فلوس جوازي ومشى وراح تجوز بي يعني خد المهر اللي دفع زوجك لا لا إحنا ما بنستعوش مهر إحنا دي جامعية والدي كان عاملها على صدقين أنا جيب بيها دهازة لنوف طيب جامعية دي كان والدك اللي بيدفعها ولا أنت اللي كنت بتدفعيها كان والدي أولي بيدفعها فأخذها بس أخذ الجامعية دي على شان يعني شانا نتجوز بي طيب وبعدين وهو جاء أخذها ومشى وراح تجوز هو بي طيب وبعدين وكلما نتصل بي وأقول له أنا محتاجات ما فيش حد معي ما سانش بيرد علينا وفي الآخر تغير أركامه وما نعطوش عنه أي حاج بالوقت جاي بعد ثلاث سنين ظهر وهو في ديئة ومحتاجني أسم وأنا شعرا مش قادر أسم إنه هو سابني طبعا بقى فويا الوحيد وهو تبديس أفتر وقت أنا كنت محتاجانه فيه لدرجة يهني جوزي بي كل ما بتحسن مشكلة بيعايرني بي بيتاني في أكوكي تهت وماشى وإنتي مكيش حد طيب ما عليش عايزة أسألك ومين الأكبر فيكم أنا طيب وويس طيب في أول الجهاز دخلت ليه وليه أني مش قادر أقدمها مع العلم أنت زاك نفيت عيلة اه طيب مع العلم إنها كان عندها بنت لسه ما تجودتش طيب يبقى أنت سؤالك دلوقتي تعملي ايه بقى مع زوجك اللي دايما بيفضل أمه عليكي وبيطلبك أن أنت دايما تكوني في خدمتها صح كده؟ أو بيسبني أنا وأهلي علشان خاطر وليك طيب أجاوبة لحضرتك على السؤالين السؤال الأولاني أخوكي أخوكي أصغر منك والأمهات بتسامح وإنتي محتاجها زي ما هو محتاجك فأنا شايف أن أنت أول ما تسمحيش لأخوكي عايرك بيه وده مش من حقه والمعايرة دي حرام المعايرة ده إسم وأنا بكلم زوج حضرتك اتق الله أنت لما عتعيرها إيه لا يحسر عتحسسها أن أنت أسرتك عشان أنت في الآخر تداري مسألة انتمائك لأمك اللي هو في الحقيقة مش ممكن ممكن ما يكونش عيب هو العيب أن أنت تكسر قلبي زوجتك محدش أبدا يا سادة إيه و أحد يعمل كده محدش يخلي انتماء ابن لأمه عيب لأنه مأمور ببر الولدين لك ما يكسرش قلب زوجته أم اللي رجالة رجالة ليه عشان يقدروا يوازنه يوازن ما بين بر الولدين ويبازر ما بين حمايته لزوجته ورعايته ليها لأنه هو ده أول شيء يسألوا ربنا عنه ما استرعاه الله فدي إنت أول حد هتسأل عنه زوجتك فلازم تتقل ليه سبحانه وتعالى فيها ولذلك أنا بقول لحضرتك اوصل لأخوك وهو أتبقي زيه انت احتكتله فلما احتكتله ما لقيتهوش فإيه اللي حاصل كل الستات وخاصة لو كانت اللي أكبر زي حضرتك كلهم قلبهم حنين فعليك إن انت تسمحيه وتقى في جنبه ولما تقى في جنبه وتجيديه سند إن شاء الله في الله توكل على الله وقى في جنبه وده أكبر درس ممكن يتعلمه منك دروس الحنية أفضل من مليوم مرة من دروس الأسوأ فتعلمي ده ولذلك الله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل من فرج عن مسلمين كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام ففرجي عنه وكوني سبب في مؤسرته وإن انت تكوني سند له وإن شاء الله ربنا يفتح عليك ويفرج عنك ويبارك لك في رزقك ويبارك لك في حياتك أما جوزك فالمسألة سهلة أنت عايزة تسأليني تعملي إيه عشان تتخلصي من ده ثلاث حاجات أول حاجة أحسني لأمه لأن أقرب طريق لقلب جوزك والدته الأمر التاني اتكلم معه كتير وقرابي منه وما تحطيش مسألة أمه دي هي مسألة حجر العصرة اللي يتهد البيت بينك وبينه قرابي منه ما تخليش والدته واكلة دماغه بلاش التعبيرات اللي هي في الحقيقة تعبيرات مش هقولك مش حقيقة تعبيرات جاية من النفس الأمره بالسوق لأن أنت أكيد مش طالبة منه زي واحدة اللي ما تقولك إيه ده لقطة ليه ست لقطة أصل أمه ميتة ده يرضي ربنا ده طيب أمه ميتة ده هيكون بره بيها سبب لبركة البيت فبلاش الكلمات اللي في الحقيقة ما بتقديش إلى أي شيء في الخير ونصحتي بالأم بقى أنها تتقل الله في ابنها هي لو ابنها اتطلق ولا ابنها اتضرر ولا أحفادها عاشوا حياة مريرة هي هتتبسط اتقل الله في ابنك واتقل الله في بيته وما تخربيش بيته عليه يبقى يابني بر أمك وفي نفس الوقت ما تكسرش خاطر زوجتك هتعمل ده إزاي ربنا هيوفقك أنت مش مضطر أن أنت تقول لحد أنه هو وبس لا تقول لمراتك أنت وما فيش أمي ولا تقول لأمك أنت وما فيش مراتي ده مش عقل ده كلمهم الاتنين كلمهم الاتنين بالتزان وبعقل لما يلاقوك أنت أنت شخص متزن وقدر توازم بالاتنين كل الأمور ده هتتحل يبقى أنت بتسألين أنت عملي إيه أول حاجة أحسن الأم تاني حاجة اتكلمي معه كتير تالت حاجة طلعه أمه من دماغ الخارس كأنها مش موجودة ده ممكن يحصل أم ممكن يحصل طب يحصل لك إيه راحة بركة نور إن شاء الله ربنا يكرمك ويبارك لك إن شاء الله أستاذ سيد من المنوفية السلام عليكم عليكم السلام عليكم تكياته تفضل نعم وفضل الحمد لله تفضل حضرتك أنا متزوج بقالي حوالي من 35 سنة وكتبت كل أملك الزوجتي وخبال حضرتك وعملت معها جميع سبل لقيتها بتكرشني من البيت فهذه يجوز حضرتك إن أنا أقرأ عليها وعملت جميع كل حاجة عشان إن هي ترجع عن اللي في دماغها مستحيل طبعا أنا سمعك للوقتي هي مش موجودة معنا لا هي مش موجودة طيب إنت بتقولي إنت عملت لها كل حاجة وبعدين إيه اللي حاصل هي عايزت أنا حاولت مثلا أخذ منها مكان عشان خطر إيه أعود فيه واحدة وقلت لها خلاص أنت تخذي كل حاجة وسيميلي مكان أعود فيه واحدة وانت حرة مش عايز منك أي حاجة عندي بيت تلات عندي بيتين وعندي بيت وعندي عربية كل ده كتبت وبسمعه عشان كنت بحبها وبرضيها للأسف الشديد وخبرك واشتكتها الجميع أخواتها ما خلتش بابا لما ده الله أكبر الله أكبر يعني حاجة سيد الحمد لله معلش بتعبير المصر كده حضرتك الحمد لله نشرت أخبارها في كل الأسرة كلها ما سبتش حد غير وهو عرف اللي بيحصل بينكم الله أكبر ما شاء الله يا حاجة سيد أنا باشتكت حضرتك لأن هي إيه مش راضية تعمل معاي أي شيء بما يرضي الله طيب ما جايزي حاجة سيد المسألة بسيطة خالص أن أنت ببساطة خالص جايز أنتو الاتنين محتاجين تعودوا مع بعض وتتكلموا بطريقة تانية خالص غير أن هي تنصع إليك أو أنك أنت تبقى زي مهاء على كيف أنتو ناس كبار ما هي حضرتك ما بتسمعش كلام نهائي طيب أنا مش عايزة دائقك بس أقول لي كده مثال ما بتسمعش كلامك فيه يعني حضرتك في دومي السبالي واسخة لو بجاوز عين من اللي قال ما توقفش جنبي لو بأ متوقفش جنبك إزاي يعني لو بقول لي حطي لي آكل حضرتك ما ترضيش دوم تحطي لي آكل طيب أقول لي حضرتك الحاجسات تعمل إيه أقول لي حضرتك تعمل إيه في الحاجة دي وأقول لك تعمل إيه في عدية ياسين أول حاجة اقرأ عدية ياسين بس اقرأ عدية ياسين إن ربنا يصلح بينكم مش تقرأ عدية ياسين عليها دم عيالك عيشها لخمسة وثلاثين سنة أنت بتقول إن هي خدت الفلوس وإيه اللي حاصل وعايزة تكرشك من البيت أنا أظن إن في أولاد فإيه لو عايزة تعمل كده أنا أظن إن الكلام ده فيما بينك وبينهم الأولاد برضو طرف في الحكاية دي فأنا بقول لك إيه رأي ديت ياسين إن ربنا يصلح بينكم منتو الاثنين الحاجة التانية لو سمحت خلي حد عاقل يتدخل بينكم منتو الاثنين لإن إحنا بيقلمنا جدا 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 ما يسمى بمشاكل الكبار وظاهرة طلاق الكبار مش عارف تحل بينك وبينها حاج سيد تعالوا لي أنتو الاثنين على مركز الإرشاد الزواجي لكن ما ينفعش خالص خالص إن انت تقول إن هي أخدت كل حاجة وإنت كتبت لها كل حاجة ما أنت كتبت لها كل حاجة لإن أنت كانت بتحبها إيه اللي خليها تغير محتاج دراسة عشان نعرف ده أما وإن حاجات التصرفات إن أنت حكيتها دي لو زي ما حكيتها ويبتعملها تكون آسمة إن هي ما ترعاش زوجها ومتحفظة على بيتها لا حرام عليها إن هي تهمل زوجها بهذه الطريقة لا الشرع ما بيسمحش للمرأة تعمل كده مع زوجها وذلك إذا كنت أنت بتنفق عليها هي واجب عليها حسن العشرة إذن لابد إن احنا تكون متوازنين حاج سيد طب الحل وإيه لازم يتدخل بينكم حكيم عاقل خبير وعشان كده قلت الحرارة لكم تعالوا لي على مركز الشهد الزواجي معانا الحجة أم أحمد ده أهلية أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته زي حضرتك يا شيخ فضل ونعمة الحمد لله أنا أحكي لك يا شيخ على اللي أنا حساة والله المشكلة اللي أنا فيها بس بالله عليكم أتفروا وخطر لما أكمل كلام طيب بالله عليك تختصر حاضر بس أطمن بس وهاختصر حاضر طيب دلوقتي يا شيخ دلوقتي يا شيخ أنا من رمضان اللي فات كان عندي وسواس اللي هو وبتسموه حضراتكم اللي هو ذات الإلهي طيب وسواس وسواس قهر يتعلق بذات الله وبعدين أيوة وصواس قهر يغيره يعني عامل معي حاجات كثيرة وسواس تانية كثيرة طيب بس رفت حضرتك لدكتور نفساني واخدت علاج المدة شهرين وبعدين روح تموقفه وبعدين روح تموقفه من نفسك وبعدين روح تموقفه من نفسك لأنني حسيت لأنني حسيت مبقوني ممكن ما بنامشي في نفس المشكلة اللي هو أنا أفكاري على طول متعلقة باللي هي ذات الزات الإلهية وغلط وقباحة واستذاز وحاجات مستفزة مني لغاية لما كرهت نفسي طيب بعد كده بعد كده إيه اللي حصل دلوقتي أنا في المشكلة دي دلوقتي أنا يعني الحمد لله أنا مؤمنة بالله يعني مؤمنة بالله عندي يقين الله متجوزة متجوزة الحمد لله ومؤمنة بيوم القيامة بس باجي أقرأ القرآن يا شيخ أم أحمد أنا سيست هزاء مني وحاجة يعني قباحة جدا وإعتراض طيب أم أحمد اسماعيل لو سمحت متجوزة يا أم أحمد أنا حضرتك متجوزة وعندي ولدين طيب وكأنه لما لما انتقلتم من بيت العيلة للبيت لوحدك كأنه بيعقبك ومش بيقعد معاك كتير ولا إيه نعم مش حكاية عقاب هو يعني الله يعينه في شغل و بيروح شغل بالليل في طول الليل وبيجي ينم طول النهار هو على الحوار ده علاقتك بوالدك كانت شكلها إيه أم أحمد نعم علاقتك بوالدك كانت شكلها إيه علاقتك بوالدي و بوالدي و والدتي الحمد لله تمام وإحنا كويسين مع بعض والحمد لله يعني ما فيش أي مشاكل ما بيننا الحمد لله طيب حضرتك بس أكمل سؤالي يا شيخونا بعشنا أطمن دلوقتي أنا حاسة أني فيه شعور يعني حالة اللي أنا كفرت بالله كفر كفر اللي هو كفر فعلا طيب فأنا عايز أطمن يعني لو أنا كفرت تحت ضغط اللي هو ده سؤالك يعني ده سؤالك يعني ولو أنا مش تحت الوسواس وبمزاجي يعني أرد ديني أو ربنا برضا هيغفر لي أو أعمل يا شيخ أنا عدت وكريت نفسه وكريت كل حاجة بعملها خلاص خلصت يا محمد في القرآن مش عارفة أعيش حياتي مش عارفة رأي زوجي مش حاسة أنا مش عايشة وخايفة من أقاب ربنا خلصت يا محمد أتخفص إزاي يا شيخ والنبي من الشعور اللي جوايا ده من شعور الحالة دي ولو أنا كفرت سواء تحت ضغط الوسواس أو سواء إن أنا مشيت بمزايا في الأفكار دي يعني ربنا هيسامحني إزاي أو يغفر لي إزاي وأعملي والنبي يا شيخ طمين خلاص بس أسكتي بقى لإن دي تلت مرة أتكرر لنفس السؤال بنفس الصيغة خلاص أجاوبك يا محمد طيب أم أحمد أنت ما كفرتيش لأن اللي أنت فيه اسمه سواس قهري فأنت مقهورة بهذه الأفكار والله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئنه بالإيمان أنت خايفة من ربنا بتسأليني وانت خايفة من ربنا فأنت بتحب ربنا لكن الوساوس اللي عندك دي جيالك بالقهر من نفسك الأمارة بالسوء يوعى ليه فأنت مؤمنة زي الفل وإن شاء الله ربنا يغفر لك بأنت سنتي عاملة مصيبة يا محمد إن حضرتك روح تمؤقفة العلاج من نفسك ليه طيب عشان علاج بينيمك والعلاج ده بيخ لا لازم تستمر في العلاج يا محمد ليه طيب أنت عندك أولاد وعلى فكرة الحاجات دي معادية فأنت لازم تاخد العلاج عشان الأولاد ما يتعدوش بالوسوس القهري ده يبقى أنت لازم تاخد العلاج وتستمر في القرص بتاع العلاج وما يهمكيش حاجة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عايقينك واعتبقى زي الفل المسألة المهمة بقى إن انت يسيبك من كل الأفكار بقى ربنا هيعمل فيه إيه وربنا هيعزبني وربنا هياخد أولاد ولا حاجة خارس من كل الكلام ده اطمئني والله سبحانه وتعالى أحفظك والدليل على ذلك إن أنت بتكلميني وأدر أتعبري عن نفسك فربنا سبحانه وتعالى كريم وبيخليك أهو في نعمة ومبركة وفضل فربنا مش ساخط عليك بس أنت لازم تتعالجي لازم تتعالجي ليه طبعا لازم تتعالجي لأن ده ليه علاج وربنا سبحانه وتعالى ما أنزل لداء إلا وأنزل لأ ودواء فلازم تتعالجي يا أمو أحمد تمام كده وإن شاء الله ربنا يبارك لك ويحفظك إن شاء الله أستاذ إسلام الأليوية تفضل نعمة وفضل نعمة نعمة الحمد للتفضل بقول لحضرتك يا شيخ أنا كان عندي سؤال كده أنا بأخذ درسة عندنا في شورة رسيمة بحض بسمة حديث والكلام ده كله تمام إحساسي بيقول لي يا ربنا يستر إن شاء الله تفضل يا تفضل تفضل يا إسلام بسمة حديث ففي شيخ قال حاجة كده فأنا عايز أتأكد منها هل دي حقيقة يلا يا إسلام يلا يا إسلام بيقول إن البناء إدم لو تليده تعبية ممكن يحد يحط كله تخنزير فهل دي حلال والله حرام بص يا سيد بص يا سيد إسلام إحنا دلوقتي عندنا عندنا شوية إجراءات مهمة جدا 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 في الأمر ده إحنا الكلام اللي عندنا ده إحنا عندنا إجراءات متعددة الإجراءات المتعددة عندنا أول حاجة إن ببساطة خالص إن الكلام اللي أنت بتقوله ده ما زال حد ما زال حتى الآن قيد البحث والدراسة الأمر التاني إحنا عندنا ببساطة خالص في هذه الأمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نحافظ على حياتنا بس في إجراءات عندنا إن إحنا لا نضطر إلى الحرام إلا إذا استوفينا الحلال ومشكلة عندنا إحنا عندنا مسألة تتعلق بالتداوي بالنجيسات فتعالى الأول خالص نقول إن الشخص ده تعين ما عندوش حالة من حالات الحفاظ على حياته إلا بدا وساعة نتكلم لكن ما ينفعش إن أنا أتكلم عن إجراء طبي محتاج دراسات وأبحاث وفحوصات كتيرة جدا جدا وتوجد بدائل كتيرة جدا جدا فإذا وجدت البدائل مش هنتطرر ده يا إسلام مش هنتطرر ده خالص إلا إذا تعين إلا إذا تعين هذا الإجراء الطبي إلا إذا تعين هذا الإجراء الطبي نعم خلاص يا سيد إسلام يا سيدة إحنا النهار ده اتكلمنا عن التواصل الودود الرحيم هذا تواصل من أهم أركان البيت هقول لكم حاجة في بيوت كده تحس لما تجي تلمسع تحس إن هي تلج متلجة في بيوت كده تحس إن هي ما فيهاش راحة في بيوت كده تلاقيها سكتة سكتة يعني إيه تحس جدا أنت تدخل على قبر عالف المشكلة دي سببها إيه؟ إن ما فيش تواصل ما بين أهلها طب هل ده ممكن لي حل؟ طبعا إن احنا نرجع تنتواصل مرة تانية نرجع كل واحد فينا حريص على الآخر نرجع مرة تانية نفهم ونتفهم ونتفاهم نرجع نأمن كل واحد فينا ويهتم بالآخر ويحترم الآخر ويقدر الآخر لو عملنا الإجراءات دي وعملنا الحياة دي كل حياتنا هتبقى في غاية اللطف ما ينفعش حد عايز يتواصل تواصل رحيم ويكون بينتقد بيكتر من الانتقاد وبيكتر من اللوم وبيكتر من الشكوى وقفوا الأحكام على بعض وقفوا الانتقاد ما تلهبوش قلب بعض واختروا الأوقات اللي انت تتكلموا بعض فيها وخلوا بينكم طول الوقت كلام ثابت كل يوم تتكلموا فيه عن المستقبل والسعادة لو عشتوا حياتكم بالطريقة دي هيبقى التواصل باب من أبواب الإحساس بمدد ربنا وبلطف ربنا وبركرم ربنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل بيوتنا كلها مليئة بالتواصل الرحيم ومليئة بمدده ومليئة بكرمه سبحانه وتعالى كريم ودود لطيف وعشان كده خلى سر من أسرار نور البيوت وكرم البيوت ووسع البيوت التواصل الرحيم الودود يا ودود اجعلنا من أهل التواصل الرحيم الودود يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا متواصلين بالودي والرحمة في كل وقت وحين